موسيقى هيكل يقول ان الدولة عملت على الا يتأثر المواطن بتبعات الاقتصادية لازمة كورونا رئيس الوزارة يبحث مقترحات التعامل مع العام الدراسي المقبل في ظل جائحة كورونا خلال اجتماع وزاري رئيس اسيسي يناقش خطط ومشروعات وزارة التجارة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر موسيقى اهلا بكم من جديد ونتعرف على المزيد من تفاصيل هذه ساعة الاخبارية الشاملة على النيل الاخبار بعد هذا الفاصل اجتمع السيد رئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وذلك بحضور اللواء محمد امين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول اهم محاور مشروعات وزارة التجارة والصناعة خاصة ما يتعلق بالخطوات التنفيذية المتخذة واليات التحرك المقترحة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاعي صناعة الاسمنت والحديد والصلب فضلا عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقد وجه السيد رئيس بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وكذلك توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها صناعة الاسمنت والحديد والصلب وذلك لدورهما الهام في النهوض بالاقتصاد القومي باعتبارهما من المكونات الاساسية التي تدخل في عمليات التنمية التي تتم بمختلف القطاعات في جميع انحاء الجمهورية ست سنوات على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر صعوبات كثيرة تجاوزتها البلاد في عهده موسيقى وبرنامج اقتصادي ناجح تم انجازه موسيقى 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 اهلا بكم من جديد اجرى سيد رئيس عبد الفتح السيسي اتصالا هتفيا مع رئيس روسي فلاديمير بوتن تناول اخر تطورات القضية الليبية حيث استعرض رئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية والذي جسد بمبادرة اعلان القاهرة لحل الازمة الليبية المتسقة مع الجهود الدولية المتعددة ذات الصلة لسيما فيما يتعلق بالحفاظ على المؤسسات الوطنية الليبية وتقويد التدخلات الاجنبية غير المشروعة في شأن الليبي التي تسهم في تأجيج الازمة ومن جانبه اشاد رئيس روسي بالمبادرة من حيث توقيت طرحها والاطار الشامل لها والذي يقدم طرحا متكاملا وبناء لتسوية الازمة وتطرق رئيسان العدد من القضية العلقة بالعلاقات السنائية منها مشروع الضبع النووية ومحاربة الارهاب ترأس دكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمناقشة كيفية التعامل مع العام الدراسي المقبل في ظل أزمة كورونا بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات وأشار رئيس الوزراء لأنه قبل حدوث أزمة انتشار فيروس كورونا كانت الدولة المصرية قد بدأت تولي اهتماما واضحا بالتعليم الإلكتروني وجاءت أزمة كورونا لتؤكد أن الحكومة كانت على الطريق الصحيح لكن مع استمرار الأزمة يتعين التوسع في منظومة التعليم عن بعد مشيرا إلى أن هناك تكليفا من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تلك المنظومة أعلن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف عقد مؤتمر صحفي أونلاين غدا لتوضيح الأمور المتعلقة بإجراء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وبعث وكيل الأزهر في بيان برسالة طمأنة من قبل فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لكل طلاب وأولياء الأمور مشددا على تكثيف عملية تعقيم اللجان والمعاهد الأزهرية التي ستعقد بها الامتحانات وأكد أن عدد الطلاب داخل اللجنة لن يتجاوز الاثنى عشر طالبا أعربت وزيرة صحة والسكان دكتورة هلزايد عن تفاؤلها جراء استقرار عدد حالة الإصابة بفيروس كورونا وانخفاض عدد الوفيات وأشارت في تصريحات خاصة لنيل أنه تم اعتماد بروتوكول جديد بتوزيع الأدوية حتى منزل المخالطين الحمد لله بدأ يبدأ في استقرار في عدد الحالات وبالذات تراجعه الحمد لله في نسبة الوفيات وعدد الوفيات البروتوكول اللي اعتمدناه جديد أنه نوزع الأدوية حتى الباب البيت للمخالطين متابعة من الوحدات الصحية العزل المنزلي وبروتوكول العزل المنزلي زائد البروتوكول للحالات الشديدة كل هذا أسهم فيه وانضمام 326 مستشفى فبقنا 376 مستشفى أسهم فيه استعاب زيادة اللي حصلت في آخر رمضان وأول العيد وأشارت وزيرة الصحة إلى أن رئيس عبد الفتاح السيسي وجه منذ بداية أزمة كورونا بتوفير أقصى رعاية للأطقم الطبية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحمايتهم يعني بتجديد من القادة السياسية نحن من أول يوم معتمدين سر معينة موجودة في كل مستشفى العزل لصالح الأطقم الطبية الجيش الأبيض اللي بيحمي المنظومة الطبية وبالتالي بيحمي المواطن وكان فيه رعاية من أول يوم من خلال بروتوكولات الحماية من الملابس الواقية جرعات وقائية بياخدوها ويتحليل قبل وبعد دخولهم المستشفى وفي حالة الإصابة بيلقى أعلى رعاية موجودة تلاحظ الفترة اللي فاتت إنهم الشباب بيفضلوا العزل المنزلي وشايفين ده بالنسبة لهم أحسن وفي حالات كتير فعلا بتتحسن لكن احنا بنتباحهم حتى لو هم ما فضلوا العزل المنزلي أكد وزير الخارجية سامح شكري تطلع مصر للاستمرار في تعزيز التعاون مع العراق وعرب شكري خلال اتصال هاتفين أجره اليوم مع نظير العراقي فؤاد حسين عن تطلع الاستمرار التواصل الوثيق والعمل نحو المزيد من تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع العراق في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين ويعزز من قدرة الجانبين على مواجهة التحديات المشتركة رفض أعضاء اللجنة الدستورية والتشرعية بمجلس النواب مقترحا تقدم به أحد النواب بتقليل عدد أعضاء البرلمان وذلك بأغلبية ساحقة كما وافق المجلس من حيث المبدأ على تعديل قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ السادة الأعضاء الموافقة على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع ليد موافقة السادة الأعضاء حيث أنه لم يتم عرض هذا المشروع بقانون على مجلس الدولة إيجاد موارد وآليات جديدة لتمويل مشروعات التكنولوجيا والبحث العلمي أهم التعديلات المدخلة على قانون إنشاء صندوق رعاية النبيغين والمبتكرين والذي وافق مجلس النواب على مجموع مواده وأحاله لمجلس الدولة لإبداء الرأي ويهدف مشروع القانون إلى دعم ورعاية النبيغين والدعم مشروعات الابتكار وعلى ذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات تخصيص عشرة جنيهات من المصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية النبيغين والمبتكرين الأمر الذي يؤدي إلى نشر ثقافة الابتكار لدى طلاب الجامعات وزيادة موارد صندوق النبيغين المجلس وافق أيضا على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة وأرجع أخذ الرأي النهائية على مشروع القانون لجلسة اللاحقة كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري وأحالاه هو الآخر لمجلس الدولة لإبداء الرأي ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة الثالثة في من يقيد بالسجل التجاري أن يكون مصري الجنسية وحاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري وأن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة فيما يتعلق بالشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي كما اعتمد مشروع القانون على إصدار قانون تيسير منح الترخيص وكان المجلس قد استعرض في بداية الجلسة ما جاء بتقرير لجنة المقترحات والشكاوى وأحالاه إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات رعاية الباحثين والمبتكرين ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا أحد أهم الأسباب التي دعت المجلس إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق رعاية النبيغين والمبتكرين الأمر الذي يعمل على تنمية روح الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلاب خلال فترة التعليم الجامعي المجلس النواب محمود إسماعيل أنيل ست سنوات مرت على تولي رئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية البلاد ست سنوات شهدت عودة أريادة المصرية خاصة في مجال السياسة الدولية وعلاقات مصر الخارجية منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم قبل ستة أعوام تبنى قاضية تحسين سياسة مصر الخارجية مع دول العالم من خلال تبادل الزيارات مع رؤساء وملوك الدول لبحث العلاقات الثنائية وتوطدها وحضور المؤتمرات والفاعلات الدولية التي أصبح لمصر دور فاعل ومؤثر بها وشهدت العلاقات المصرية الإفريقية في الفترة التي سبقت ثورة الثلاثين من يونيو فطورا شديدا لذا عملت سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على التواصل مع قادة إفريقيا لاستعادة مصر لمكانتها في قيادة القرى السمراء باعتبارها رمانة الميزان والمركز الرئيس الذي يربط الشعب الإفريقي ببعضه وجاءت زيارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العواصم الأفريقية تأكيدا على متينة العلاقات وقواتها بين مصر والأشقاء الأفريقية ونتيجة لتحسن العلاقات تولت مصر رئاسة الاتحاد الأفريقية وحمل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على عاطقه هموم القرى السمراء وتبني قضاياها في كافة المؤتمرات والمحافل الدولية وبالفعل أثمرت تلك الرئاسة عن نتائج غير مسبوقة في تاريخ القرى على المستويات كفة ربما أهمها تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار بقوة في الموارد الغنية لدول القرى أما على المستوى العربي حازت الدول العربية على نصيب الأكبر من تطويري وأعادة هيكلة العلاقات الخارجية الأمر الذي جعل مصر على رأس قائمة المشاركين في كافة المحافل العربية حيث حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تبادل الزيارات وعقد القمم مع رؤساء وملوك الدول العربية فضلا عن جهود الخارجية المصرية في تحسين العلاقات وتوطدها على مستوى العلاقات المصر الأسيوية تميزت علاقات مصر بعدد من الدول الأسيوية بالمتانة والصلابة إذ دخلت مصر في شركات عديدة مع الصين واليابان ونجحت على كافة المستويات وتم توقيع العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في مجالات عديدة أبرزها قطاع النقل والاتصالات ومجافحة الإرهاب والاستثمار والزراعة والرياضة والسياحة على المستوى الأوروبي شهدت العلاقات المصرية بدول الاتحاد الأوروبي تطورا ملحوظا ومد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي جسور التعاون مع غالبات الدول الأوروبية مثل قبرص واليونان وإسبانيا وإيطاليا والنمسا وألمانيا وبيلاروسيا وأخيرا تبنت القيادة المصرية منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم سياسة المصالح المتبادلة والمشتركة مع القوى العالمية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا علاقات استراتيجية تقوم على ثوابت يحرس عليها كل الأطراف وحرصت الخارجية المصرية على الارتقاء بتلك العلاقات إلى نطاق أوسع يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وما تفرضه من تحديات ومخاطر وبطبيعة الحال فإن أحداث ثمار السياسة الخارجية المصرية هذا العام هي مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل لحل سلمي في ليبيا ولقائه والقادة الليبيين بالقاهرة والهدف دائما إعلاء مصطحة الشعب الليبي الشقيقة ووضع حل نهائية للتناحر داخل الأراضي الليبية شريف ردوان التلفزيون المصرية شهدت دولة المصرية على مدار ست سنوات طفرة هائلة في مشروعات أطرق والكبار والأنفاق وتمثلت في توسعات غير مسبوقة في إنشاء ورصف أطرق بطول وعرض محافظة مصر بلغت نحو سبعة ألاف كيلو متر الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تحمل المسؤولية أكد أن تطوير البنية التحتية وفي مقدمتها أطرق والمحاور المرورية الجديدة هي عماد بناء الدولة الحديثة في عصره بالتحديد منذ العام 2014 انطلقت مشروعات تشهيد الكبار وتنفيذ طرق جديدة كأولوية في سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه مصر ففي العام 2014-2015 14 طريقا جديدا بتكلفة زادت عن 13 مليار جنيه وبأطوال 1200 كيلو متر إضافة لرفع كفاءة نحو 186 كبري وتأتي رفع الكفاءات في زيادة عدد الحارات في كل اتجاه إضافة للصيانات الروتينية والجسيمة ولم يمضي عام إلى الآن ومنذ 2014 إلا وهناك تنفيذ لخطط المشروع القومي للطرق والكباري والذي أثمر مع نهاية 2016 من الانتهاء من 150 كبري بنحو أكثر من 30 مليار جنيه وفي 2016 كانت إشارة البدء من الرئيس للعمل على محور رود الفرج الذي يربط شرق القاهرة بغربها ويصل العاصمة بمحافظات الجمهورية ما يجعله أكبر الطرق عرضاً في العالم بالإضافة لدخول كبري تحيا مصر المعلق إلى موسوع الجينيس كأكبر كبري معلق في العالم من حيث الاتساع بعرض 67.3 متر وبمرحلتي إتمام المحور تكون التكلفة أكثر من 9 مليارات جنيه مقابل هذا الرقم يكون هناك توفير نحو 300 مليون جنيه سنوياً بسبب اختصار المسافات التي تقلل معها استخدام السولار والبنزين ومن 2014 حتى 2018 تحركت الدولة بشكل متوازي في إنجاز عدد من الطرق والكبري ولعل أبرزها الطريق الدائر الإقليمي الذي يأتي بطول 400 كيلو متر والذي افتتح الرئيس مرحلته النهائية في سبتمبر 2018 وبموجبه سيوفر للدولة 800 مليون جنيه سنوياً وإلى سيناء ولأول مرة في مدة زمنية لا تزيد عن 20 دقيقة تستطيع أن تصل إلى سيناء من خلال نفقايا الإسماعيلية ذهاباً وإياباً بالإضافة لتسهيل حركة التجارة في منطقة قناة السويس من خلال نفقايا بورسعيد الذي يربط غرب مدن القناة بشرقها ولأن مصر مع موعد شبه دائم لافتتح مشاريع قومية جديدة أتى حديثاً أن شهد رئيس عبدالفتاح السيسي خلوج مكينة حفر الأنفاق من نفق أحمد حمدي 2 والذي يأتي بطول 4250 متراً أنفاق الخير الخمسة هذه شيدها نحو الخمسة ألاف من مهندسين وفنيين وعاملين مصريين وفي زمن قياسي مصر تحت قيادة الرئيس السيسي وجهت قواها البشرية والمدية وإرادتها لبناء الدولة بمفهوم التكنولوجيا الحديثة ليأتي من ضمن هذا البناء المشروع القومي للطرق والكباري الذي حق له أن يوصف بالجريء نتيجة الوفرة في الوقت الذي يحدثه للمواطنين والتوفير للدولة في سنين قادمة في استخدامات السولار والبنزين وما إن يرى المستثمر ذلك يضخ ماله في مشاريع على أرض مصرية أحمد نبيل التلفزيون المصري شهد قطاع التموين في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في كافة المصانع التابعة له كما شهدت مظومة الدعم تطورا كبيرا إلى جانب توفر السلع التموينية في جميع المنافذ على مدار السنوات الخمس الماضية سعت القيادة السياسية لرفع المعاناة عن المواطن بإتاحة كافة السلع بأسعار مناسبة وكميات متوفرة طيلة العامة وتوفير الدعم للمواطن بجودة عالية ونتاج لتلك الجود اختفت تماما ظاهرة توابير الخبزة واستوانات الغاز وأصبحت في طي النسيانة وتوفرة السلع للمواطنة نضيف الرغيف برغيف ورغيف 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 ويأخذوه فب 45 مليار جنيه تدعم الدولة سنوية رغيف الخبز كيباع للمواطنة بخمسة كروشة المخابزة التي تعمل في المنظومة بواقع يصل إلى السلسين ألف مغبزة تنتج يوميا ما يصل إلى المائتين وخمسين مليون رغيف خبزة توزع على أكتر من سبعين مليون مواطنة إذا كان ده مش عيش ده جواهر حاجة تفتح النفس أهو شايفه وحط الكاميرا عليه وشوف منظر العيش العيش ده وبشيلن بالتزامن مع ذلك فقد بدأت الدولة في تطوير أكتر من مائة وخمسين مطحنة كي يخرج رغيف الخبز بصورة جيدة التكنولوجيا العالمية تكنولوجيا متطورة شغالة بنظام الشاشات نظام البي أل سي نظام إلكتروني ما فيش تدخل بشر خالص في عمليات السقبال الأمح لغاية ما يوصل إلى مراحل النظافة ويخش على عمليات الطحل إلى أن يصل إلى الده معبأ في الشكاية الأمر أيضا لم يبتعد عن التطوير في مصانع بانجر السكرة فعمليات التطوير التي تمت بالمصانع الأخرى وإنشاء الصوامع طالتها تلك المصانع سواء في زيادة الإنتاج بتطوير الخطوطة أو في تطوير المواد الخام المصنعة للسكرة إنتاج السكر في مصر هيزيد بمعدل 250 ألف طن سكر تضاف إلى الواحد واثنين من عشرة مليون طن يعني نقدر نقول بشير الخير فهذا العام إن شاء الله إجمالي كمية السكر اللي خارجة من بنجر السكر مليون وربعمية وخمسين ألف طن سكر كل هذا يأتي وسط استراتيجية تنتبنتها الدولة في السنوات الخمس الأخيرة للحفاظ على محدود الدخل بعد الإجراءات الاقتصادية التي انتخذتها الدولة مؤخرا سواء في تقديم الخبز المدعم للمواطن أو بالإتاحة في تقديم السلع التنمونية له بعد رفعها نصيب الفرد على بطاقة الدعم الخمسين ونينة وقيامها بتخفيض أسعار العديد من السلع العام الماضي السكر نزل من 9.5 لـ 8.5 الزيت اللتر نزل من 19 جنيه لـ 17 جنيه الرز من 9 جنيه لـ 8 جنيه الديق من 6.75 لـ 6.5 فبقال التموين الذين يصل عددهم إلى 30 ألف بقال تموين قد أضافت عليهم الدولة أكتر من 1400 مجمع السلاكية لتوزيع تلك السلع وأكتر من 4000 منفذ من منافس جمعيتي يعمل في الواحد منها أكتر من ثلاثة شبابة سهمت هذه المنافس في إتاحة السلع بكمية أيضا وأسعار جيدة جدا وكانت الشروط السن من 21 لـ 45 يبقى مؤهله متوسط على الأقل ما يكونش مشغال في الحكومة وجنبا إلى جنب وتوفيرا للكثير من فرص العمل للشبابة فقد تبنت وزارة التموين مشروعا آخر كجمعيتي توفر به فرص العمل وأيضا إتاحة السلع للمواطن وهو ما يعرف بالمنافس المتنقلة آه طبعا لا لا دي فكرة نجحة جدا يعني تموين نقط نقاط ويعديل يعني يعني أهم ما في الموضوع أن أنت بتقدم للشعب ثم كانت المنظومة الكبيرة لتطوير التجارة الداخلية والتي بدأت بتطوير المجمعات الاستلاكية ثم إنشاء المناطق اللوجستية بكل المحافظة المدينة الزكية معناها كل الإمكانيات بتاعتها بتظهر بعقل ونظم معلومات من جوة المدينة بمعنى صح المية والتحكم فيها الكهرباء والتحكم فيها الأمن والتحكم فيه الدخول والخروج الانتظار أماكن الانتظار البيع والشراء كل ذلك بيبقى موجود في نظام معلومات مركزي ومن هنا بدي نوع من الكفاءة العالية رمضان الشحاتة التلفزيون المصرية تواصل وزارة داخلية جهودها لإقرار الأمن في جميع أنحاء الجمهورية يأتي ذلك من خلال شامي العديد من الحملات الأمنية المكبرة تتواصل نجاحات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط طجار ومروجي ومصنع المواد المخدرة ففي هذا الإطار نجحت الإدارة وبالتنصق مع القطاع الأمن العام ومدرية أمن السويس في ضبط أحد العناصر الإجرامية أثناء محاولاته تهريب كمية من مخدر الحشيش من شرق الغرب قناة السويس خبأها داخل مخزن سري معد خصيصا بالسيارة قيادته حيث تم ضبط مائتين واثنتين وخمسين طربة لمخدر الحشيش تقدر قيمتها المالية بمليون وسبعمائة وأربعة وستين ألف جنيها إطار تصديها لجرائم الاحتيال الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت والتداول غير المشروع للعملات الإلكترونية المستحدثة لما لها من أضرار على العملة الوطنية والاقتصاد القومي نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنصق مع قطاع الأمن الوطني في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة اتخذ إحدى الشقق السكنية المستأجرة مقر لإنشاء شبكة إلكترونية لاستخدامها في تعدين وإصدار عملة إلكترونية وهو ما يسمى عالميا بالتنقيب وهي العملية الحسابية التي تقوم بها الأجهزة المكونة للشبكة الإلكترونية لإنشاء تلك العملات الافتراضية وهي عبارة عن نقاط داخل حوافز إلكترونية ليس لها شكل مادي ملموس يتم تعامل بها مباشرة بين شخص وآخر ويتم تحصل قيمة تلك النقاط مقابل عملة الدولار من أحد البنوك الأجنبية الخاصة بتلك العملات دون رقابة من الجهات المختصة وعقب ضبط الشخص المذكور تم ضبط الشبكة الإلكترونية ومكوناتها وهي عبارة عن 114 كارت شاشة كمبيوتر وتسعة عشرة مزود طاقة كهربائية وجهاز محمول عليه المحفظة الإلكترونية الخاصة بالمتهم وبرامج ومحادثات تؤكد نشاطه غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لإنشائه وإدارة سلاسة استوديوهات صوت بالجيزة دون الحصول على التراخيص اللازمة واستخدامه برامج منتاج وهندسة صوتية مقلدة ودون إذن من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتم ضبط وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج منتاج وهندسة صوتية منسوخة ومقلدة كما نجحت الإدارة في ضبط استوديو غير مرخص بالجيزة لتسجيل الأغاني يقوم صاحبه باستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج منتاج وهندسة صوتية مقلدة ودون إذن من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملاتها الأمنية المكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة المعنية بها الإدارة ففي مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعي تمكنت الإدارة من ضبط أكثر من خمسة آلاف طن أعلاف وتسع وعشرين طن أدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر داخل مصنعين بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة عبدالعبركات التلفزيون المصري ألقت تهيئة الرقابة الإدارية القبضة على مدير الشؤون القانونية بمركز ومدينة منشأة القناطر لطلبه وتقاديه رشوة مالية قدرها 300 ألف جنيه من صاحب الشركة للمقاولات وذلك مقابل قيامه بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح على ارتكاب المخالفات البنائية لإحدى وعشرين فيلا سكنية أقيمت بدون ترخيص بإحدى المجمعات السكنية القاتنة ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم إلى أكثر من أربعمائة ألف في حين بلغ عدد المصابين أكثر من سبعة ملايين وبلغ عدد المصابين في البرازيل أكثر من ستمائة واثنين وتسين ألف شخص منهم أكثر من سبعة وثلاثين ألف وفاة لتحتل بذلك المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد المصابين أعلنت حكومات أوروبية مرحلة جديدة من عملية تخفيف الإغلاق العام التدريجي بعدما شهد تراجعا في إصابات كورونا وفي ثاني أكثر دولة تضررا بالوباء في العالم أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستعيد فتح دور العبادة في الخامس عشر من شهر يونيو لإقامة الصلوات الفردية كما أنه من المقرر إعادة فتح المتاجر غير الأساسية لا سيما تلك المخصصة لبيع الكتب أو الملابس أو الألعاب في هذا التاريخ إذا بقى فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة المزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور غسان الجعيدي عضو اللجنة الوطنية الإسبانية لمكافحة كورونا بعد التحية دكتور غسان قراءتكم لمدى تفشي كورونا في هذه المرحلة في الدول الأوروبية وربما خصوصية كل دولة عن غيرها ما بين إعلان الخلوة الثامنة للفيروس والبعض الآخر يعلن تعافي نزبي في وقت كذلك تشهد في بلدان ربما ما ينظر إليه بأنه موجة ثانية قوية من الإصابات بفيروس كورونا قراءكم لمشهد بشكل عام مرحبا والسلام عليكم عليكم وسلم نعم نعم نحن عنا حاليا طبعا الوضع يعني طبعا السيطرة عليه تفشي يعني قدرنا نسيطر عليه نوعا ما والحمد لله عدد الحالات يوم بعد يوم بينقص وعندنا يعني المكتشفيات بتفضى فلذلك طبعا عنا قوة ابتعاب أكبر عنا المكتشفيات بنحضرها بطريقها أفضل والحمد لله يعني حتى لو أنه بنحكى حاليا على موجة أخرى خصوصا بإسبانيا اللي نحن حقلنا ثلاثة سبيع بنجرب برفع القيود بطريقة تدريجية ولكن لم يتم عنا يعني ركسا عدد الحالات بل بالعكس بتم نزولها يوم بعد يوم في آخر ثلاثة في يام تقريبا سجلنا يعني بكل نحاء إسبانيا خمسين حالة زديدة بسمية المكتشفيات من قلنا حكيك في السسات اللي بنعملها والحمد لله يعني رغم هيك إذا في حالة بنسجيلها لأنه بنعمل السسات في أو السسات المناعة وبنلاقي أنه في حدف وزيتف بتكون عرضه جدا بسيطة أو ناتج عن أنه جاي يعمل الفحص بس من وجه الاتمينان يعني هناك تقارير تتحدث عن ضعف الفيروس وأن تأثيره لم يصبح بالقوة السابقة في المقابل ربما ما طرحنات السابق من مخاوف تتكرس بشكل أكبر من شكل من أشكال التحور أو التصاعد في الإصابات والوفاية يعني عندما نحتكم إلى ما نحتكم في هذه المرحلة من وجهة نظره لا لحد الآن ما في عنا أي معلومة تشدد عن أنه الفيروس أضعف من أضعف قوة من ما كان علي قبل ولكن الاحترازات ولكن الإجراءات والإرشادات والالتزام المواطنين هو ما تساعد بأنه التفشي يتم يعني إقافه ومحاصرة الفيروس وعلاجه بطريقة أفضل على المراحل المختلفة لحد الآن يعني الحمد لله نتائجنا إيجابية ومطمنة ورغم رفع الخيوز يعني اللي بلدنا فيها من ثلثة سبيع في إسبانيا كثير متفائلين بأنه قدرنا نسيطر عليه رغم ذلك إحنا نحصرين يعني نحصنين حالنا في المستشفيات لسه بيجهز فيها لسه نصمم البروتوكولات حتى تكون أقوى بيجهز لكاترتنا بنحاول أنه يعني نكون بأفضل طريقة لاختواء أي محاولة لموجة أخرى بس لحد الآن يعني الحمد لله نتائج إيجابية وإحنا متفائلين جدا بأنه إن شاء الله ما حتكون في موجة ثانية نعم أشكرك جزيلا شكرا دكتور أكد المتحدث باسم الجيش الليبي ألواء أحمد المسماري أن تركيا تستغل عضويتها في حلف الأطلنطي لاحتلال ليبيا متوعدا بوقوف الجيش الوطني ليبي في مواجهة العدو المحتل اليوم وأكثر من أي وقت مضى يتأكد للجميع أن تركيا كأحد أعضاء دول حلف الناتو تستغل عضويتها للسيطرة على ليبيا واحتلالها دون أن يكون لباقي دول حلف الناتو أي مصلحة في ذلك كما نذكر بأن سلامة ووحدة وسيادة ليبيا أمر لا تفرق فيه وأن الجيش الوطني الليبي بكل قوته وبمساعدة الأصدقاء سيقف بكل قوة ضد مساعي احتلال أرضنا وسندافع عن وطننا في مواجهة العدو التركي المحتل الذي يسعى لضرب استقرار ليبيا والمنطقة من خلال جلب الأسلحة ونقل الإرهابيين والمرتزقة أنا رمانيلا مسامرة مع حضراتكم وفيها بعض الفاصل على مدار هذه الساعة عن يقول إن اللبنانيين يتطلعون للقضاء لمحاسبة مرتكلي جرائم الفساد وأنا أتحول إلى أهم وآخر أخبار المال والأعمال وهذه الجولة الاقتصادية أهلا بكم مشاهدين هذه أخبار الاقتصاد وأهم ما فيها تراجع متوسط سعر صرف الدولار بمقدار أربعة قروش أمام البنيه المصرية خلال تعاملات اليوم أهلا بكم تراجع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكية بمقدار أربعة قروش أمام البنيه المصرية خلال تعاملات اليوم مدعوما بالإعلان عن التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة خمسة واثنين من عشر مليار دولار وأظهر الموقع الإلكتروني للبنك الأهل المصري تداول الدولار بسعر ستة عشر جنيها وثلاثة عشر قرشا للشراء وستة عشر جنيها وثلاثة وعشرين قرشا للبيع من خفاض قدره ثلاثة قروش عن سعره أمس والذي سجل فيه ستة عشر جنيها وسبعة عشر قرشا للشراء وستة عشر جنيها وسبعة وعشرين قرشا للبيع تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية في حين سجلت ارتفاعا في السوق العالمية مع تراجع الدولار الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية متجها صوب تسجيل أطول موجة خسائر منذ عام 2011 وقال إيهاب وصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرفة إن أسعار الذهب تراجعت بنحو جنيها ليسجل عيار أربعة وعشرين نحو ثمانمائة وثمانين جنيها وعيار واحد وعشرين نحو سبعمائة وسبعين جنيها وعيار ثبريات عشر نحو ستمائة وستين جنيها وافق مجلس ودارة هيئة الرقابة المالية على وقف منحي أيات تراخيز جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عامة على صعيد التدولات في البرصة ارتفعت معشرات السوق بشكل جماعي ووصل رأس المال السوقية لأسهم الشركات البقيادة بالبرصة إلى مستوى خمسمائة وخمسة وثمانين وثمانية من عشر مليار بنيها وارتفع معشر اي جي اكس ثيرتي بنسبة أربعة وثلاثين من مائة في المائة وزاد معشر اي جي اكس ثيرنتي بنسبة ثلاثة وسبعين من مائة في المائة اكد البركز الاعلامي لمجلس الوزراء استمرار الاعداء القوي للتجارة المصرية الخارجة منذ عام الفين وستة عشر وسمود الصادرات رغم ازمة كورونا وفي رسم توضحية نشره المركز اشار الى تراجع عجز الميزان التجاري بمقدار ثلاثة وتسعة من عشر مليار دولار في الربع الاول من الفين وعشرين مقارنة بالربع الاول من الفين وتسعة عشر كما اشار الى تراجع الواردات بنسبة تسعة عشر وثمانية من عشر في المائة ورصد المركز الزيادة الصادرات بمعدلات تفوق زيادة الواردات لتصل لسبة زيادة قيمة الصادرات عام الفين وتسعة عشر الى اربعة وثلاثين وسبع من عشر في المائة مقارنة بعام الفين وستة عشر في حين وصلت لسبة زيادة قيمة الواردات عام الفين وتسعة عشر الى تسعة واثنين من عشر في المائة مقارنة ب الفين وستة عشر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتوسعات الزراعية بمنطقة شرق البحيرات بالتكامل مع صحارة المحسنة وتوصيل مياه الشرب للقرى بالمنطقة وتعدادها حوالي 150 ألف نسمة بالإضافة إلى المياه اللازمة لمدينة الإسماعيلية الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 181 مليون جنيها مشاهدين انتهى تخبروا الاقتصاد وأعود مرة أخرى إلى السياسة وزميلة رهامة شكرا لك يا عبد يعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم حيث يضم الألاف من القطع الأثرية النديرة التي ستعرض لأول مرة خلال حفل الافتتاح ومن المتوقع أن يستقبل المتحف أكثر من 5 ملايين سائح سنويا الأمر الذي سوف يؤدي إلى إنعاش السياحة الثقافية وإظهار الصورة المبهرة للحضارة المصرية القاسمة 96% هو حجم الإنجازات التي تحققت في المتحف المصر الكبير بعد أن تولتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سواء كانت على مستوى الإنشاءات والواجهات الخارجية أو الانتهاء من قاعات المؤتمرات والأماكن الترفيهية والخدمات المختلفة كان لفاضل بعض أعمال في الوجهات زي ما حضرتك شايفها ورايا حتى أعمال اللانسكيب أو الزراعات كمان ابتدى جزء كبير منها يخلص جوه حتى كمان لو هنتكلم على شغل العرض المتحفي ففيه برضو جزء كبير منه ابتدى يخلص فيه أثار ابتدت تتنقل فيه القاعات الداخلية ابتدت الأنظمة بتاعتها تركب وجهزة لاستقبال الأثار كما تم الانتهاء من نقل 50 ألف قطعة أثرية لتكون جاهزة للعرض في القاعات المخصصة خاصة قاعة الفرعون الذهبي توت عن خأمون والتي سوف تعرض لأول مرة مقتنياته مجمعة في مكان واحد على مساحة 7200 متر مربع الفترين وصلت قاعات الملك توت عن خأمون بالنسبة 80% تم الانتهاء من وضع الفترين بالنسبة لأثار الملك توت عن خأمون بالنسبة 99% الأثار كلها جاهزة لنقلها من مركز الترميم إلى المتحف القاعات العرض عشان تكون إن شاء الله هي أول قطع اللي هتخش المتحف المصري الكبير عندنا طبعا بالنسبة للأعمال الأثرية نقل من حوالي 50 ألف قطع أسرية من مختلف عموم الجمهورية اللي هي هتخدم على سيناريو العرض اللي هي موجود داخل المتحف المصري الكبير يعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم خصصة لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة إذ يضم آثرا من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر اليوناني يترقب العالم افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد واحدا من أهم المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية من أجل جذب عدد أكبر من السياحين المولعين بالسياحة الثقافية والتاريخية من المتحف المصري الكبير محمد الخطيب أنيل قال الرئيس اللبناني مشيل عون إن اللبنانيين بأسرهم يتطلعون إلى السلطة القضائية بوصفها الجهة القادرة على العبور بالبلاد من حالة ترهل وانتقلت من العقاب في جرائم الفساد والعدوان على المال العام إلى مرحلة المحاسبة ومواجهة الفاسدين ومن يعتدون على حقوق الناس والدولة وأشار الرئيس اللبناني في كلمة له بمناسبة يوم شهداء القضاء إلى أن الدفاع عن العدالة والحق كلف بعض القضاء حياتهم كما كلف أخرين تحمل ضغوط سياسية شديدة مؤكدا أن معركة الإصلاح التي يخذها تتطلب صلابة السلطة القضائية وجددت عهد للقضاء بأن يكون مظلة وقاية لهم في مواجهة الضغوطات السياسية التي قد يتعرضون لها مشيرا إلى أن مسؤولية القاضي هي ملاحقة من أوصل لبنان إلى هذا الدرك الاقتصادي الخطير الذي تعيشه في الوقت الراهن أحداثنا تتواصل والمزيد بعد هذا الفاصل ترامب يوافقه على طلب لويزيانا إعلان طوارئ لتعامل مع الإعصار كريستوفل وأعود من جديد إلى زميل عابير شوشة ومؤخر أخبار الملعب الرياضي المختلف شكرا لزميل عابير شوشة ونوصل تغطيتنا حيث أخلت شركة النصط الأمريكية أمس 188 منشأة قبالة سواحل خليج المكسيك جاء ذلك تحسبا لتياح العاصفة الاستوائية كريستوفل التي تواصل تقدمها عبر خليج المكسيك محاملة برياح قوية وتسببت في ارتفاع الأمواج وهطول أمطار غزيرة جنوب شرقي لويزيانا ولا تبقى سوى عنوين أبرز أحداث هذه الجولة خلال اجتمع وزاري رئيس السيسي يناقش خطط ومشروعات وزارة التجارة وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رئيس الوزراء يبحث مقترحات التعامل مع العام الدراسي المقبل في ظل جائحة كورونا المسماري يقول الجيش الوطني سيحافظ على وحدة الأراضي ليبية وتركيا تستغل عضويتها في النيتو لانتهاك السيادة ليبيا ختم ساعتنا الإخبارية الشاملة شكرا المتابعة وإلى اللقاء